صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور والإناث خريجي الجامعات الحكومية والخاصة والحاصلين على درجات البكريليوس والليسانس والدرسات العليا للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2023 صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور والإناث خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الخاصلين على البكريليوس والليسانس والدراسات العليا للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2023 جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت تنسيق.مود.gov.eg وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من نوفمبر 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر 2023 على أن يتم تحديد موعد الحضور لصحب الملفات إلكترونيا كما سيتم فتح باب صحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من يوم السبت الموافق الثامن عشر من نوفمبر 2023 وحتى يوم الخميس الموافق الثلاثين من نوفمبر 2023